تقلق وإن شاء الله بإذن الله اللي جاي خير أنا عارف أنه تضجل أثيرت في الفترة الأخيرة حوالين ملعب المباراة اللي هتصطديف أو ملعب اللي هتصطديف مباراة نهائي دوري لأبطال شغلتنا لكن خلينا الأول نركز في اللي جاي وهو الأهم في المرحلة الحالية وبدأت كلامي معاكوا طبعا على مطشق وفاق الصيف اللي كتير من جمهور النادي اللي أهلي بيقولوا يا جماعة ما تبلغوش القصة خلاص اتحسمت والأهلي خلاص في النهائي أنا الحقيقة ما بيحبش التفكير ده وما بيحبش الطريقة دي لأن كرة القدم علمتنا في مناسبات كتيرة جدا جدا جوا وبرة إنه الكرة ما فيهاش مستحيل وأكتر حاجة تخاف منها أكتر حاجة ممكن تكون مصدر خطورة وإنت بتنافس في مستوى بطول الدولي الأبطال إنك بتكون بتواجه خصم ما عندوش حاجة يخسرها ما عندوش حاجة يبكي عليها زي ما بنقوله وفاق الصيف أعتقد رغم إنه يمكن تكون أماله ضعيفة جدا في الوصول للمباراة النهاية لكنه في النهاية كبرياء ومجروح الحقيقة ويمكن واحد من أهم أهدافه هو استعادة كبرياء وده قدام نادي الأهلي في ملعبه وسط جمهوره وده ممكن يصعب المباراة بشكل كبير جدا وتروح للسيناريوم سيناريوم ما نتمنهوش لكن على كل أحوال فرقتنا جاهزة وعارفة إن المباراة مهمة جدا وعارفة إن المباراة مستهلة على الإطلاق ومتأكدة كمان كل تصريحات اللعيبة اللي جايلنا من الجزائر وبالمناسبة هنروح في حلقة النهاردة مع حضراتكم للجزائر نطمن على لعبتنا كل تصريحات وكل كلام لعبتنا إن هما بيعتبروا مباراة القاهرة وكأنها لم تكن يعني النتيجة بالنسبة لهم صفر صفر ومصرين وعندهم رغبة كبيرة جدا إن هما يقدموا عرض قوي يأكدوا فيه بداية على جدرتهم بالتأهل للمباراة النهائية وللأ ما نتعاملتش معاك كمان كاستعداد مهم واحدة من اللقاءات القوية في سبيل إن شاء الله بإذن الله إن إحنا نبقى جادرين بالتتويج للعام الثالث على التوالي وللمرة 11 في تاريخ النادي الأهل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر